بالنسبة للعلاف المدعم تعرفوا انه انطراب لمدة 3 شهر اللي هما جويل يقوتوا سبتمبر شهر اكتوبر يكاد انقطع اكتوبر ونوفمبر انقطع يعني بنسبة ضعيلة جدا ويلا يتباجع ما تتجوزش 30% خاصة بالنسبة للشعير من الحصة اللي هي حصة ضعيفة في الاصل انتاحها حصة ضعيفة ورغم الحصة الضعيفة من الحصة ما اخذناش حتى 30% تعرف انه شهر نوفمبر اكتوبر اتعدى ما فماش اغلب الولايات واغلب المعتمدية ما اخذتش حتى 30% 20% من حصاتها هو فما وعود انه اليوم يقولوا انه الباخرة ارصات وانه اليوم مش يعملوا لها التحاليل ويكون في ظرفه نهارين ثلاثة ايام ولكن ارى مش معقول هذا انه يتم انقطاع هذا اثر اثر تأثير كبير ياسر الفلاحة امام العلاق يشوف الجفاف مع غلاق العلاف المركب مع وفقدين وحتى نقصوا العلاف المركب العلاف الخشنة مش موجودة وغالية ايضا في الوقت هذا زيد في الوقت هذا الصعيب العلاف المدعمة تنقص بالنسبة هذه في هذا غريب يعني المفروض انه تتحل وزارة الاشراف المفروض انها تكون منتظرة حاجة من هذا النوع وتكون حاضرة ما نبقوش من المدة هذا انت على انقطاع نحن على مستوى الجهوي كلمنا وتواصلنا مع سيد معتمد لول المكلف بتسير الولاية وبلغناها النقص الفادح الموجود على مستوى الجهة ايضا حتى دول الحبوب وزارة الاشراف على بالها بالموضوع الزايا وعدوا بانمية دارك ولكن رأوا حقيقة انفمة تشكيات وتظلمات وحقيقة النقص فادح ما شهدتوش الجهة منذ انتلاقتها العلاف المدعمة